بصراحة انا محظوظ اني موجود في حلقة النهاردة وبالمناسبة دي اول حلقة حصاد ليا والحمد لله اول ميداليا مصرية جت وكلنا كنا مستنينها وكلنا كنا محتاجينها علشان ابطالنا ياخدوا الثقة محمد السيد سامي احفظوا الاسم ده كويس يا جماعة وهو اول بطل مصري بيحرز ميداليا اولمبية في سلاح سيف المبرزة في افريقيا وفي العرب الميداليا البرونزية اللي طعمها لينا بطعم الدهب ايوة طبعا طعم دهب لاكتر من سبب يمكن اول سبب فيهم ان كان فيه طبعا حلم الاحباط كانت عندنا كلنا بعد ضياع فرصة الحصول على ميداليا اول امس طبعا في منافسات سلاح السيف العربي لبطلنا واللي شرفنا طبعا برضو البطل المصري بطل العالم زياد السيسي ويمكن السبب التاني لعبتنا وابطلنا كانوا محتاجين يشوفوا حد منهم واقف على مصات التتويج ويمكن ده لما تشوف زميلك واقف على مصات التتويج يمكن مهما اختلفت الرياضة بتاعتك عن الرياضة اللي هو بيلعبها والمنافسة كمان تكون مختلفة عن النافسة اللي هو بيلعبها فدي حاجة بتصير جواك الرغبة انك تبقى زيه بيديني دافع بيديني ثقة اني حاول اوصل انا كمان لللحظة دي ويبعني نفس الفرصة الحلوة دي ان انا اقف واشوف عالم بلدي وهو بترفع طبعا ده انجاز وكل اللي يوصله اكيد شرف لي وشرف لي جدا انه هو كمان يشرف بلده انكساب التالت والاخير بالنسبة لي وهو دخول مصر رسميا في جدول ترتيب ميداليات اولمبيات باريس عشرين اربعة وعشرين واللي احنا عملنا كتير علشانها خلي بقى لكم برضو ان دي من المرات والعليا جدا ان في الاول كده بندخل الجدول كنا دايما بنستنى للنص التاني من المنافسات علشان طبعا احنا مميزين في المنافسات اللي بتبدأ في النص التاني من دوات العابة الولمبية طبعا زي رفع الافقال والتيكوندو والمصرعة وكمان مؤخرا انضم لهم الخماسين شكرا محمد السيد شرفتنا ورفعت رصنا والحمد لله اول ميدالية مصرية في اولمبيات باريس من القاهرة